مكعب فوق مكعب. لعبة المكعبات تم تركيب مثلا هذه المجسمات التي تشبه معالم لندن الشهيرة. تضم ساعة بيكبن ولندن آي وجسر تاور بريج وغيرها. الليجو تعتبر من الألعاب المفيدة للأطفال. تساعدهم على تنمية مهاراتهم العقلية من الناحية الإبداعية والخيالية والتنظمية. سمتع بها الكبار وأيضا. تقام لها المطولات أما في البيت فلا بد. يصرخ أحدهم من الألم أحيانا إذا ما داست قدم عليها من دون انتباه. إلا أن شركة أسلحة أمريكية استوحت من هذا الليجو تصميما لأحد منتجاتها. شركة كولبر بريسيجين للأسلحة قالت. إنها لبت طلب المستهلكين بتطوير مسدس من نوع جلوك أو مسدس جيب كما يعرف. لإبرازي الاستمتاع الخالص برياضة الرماية. أطلقت عليه اسم بلوك 19. ما يميز بلوك 19 هو أنه مغطى بقطع بلاستيكية ملونة. زرقاء حمراء خضراء تشبه مكعبات الليجو. قالت إن حلم الطفولة بات حقيقة. هذا هو المسدس العادي. وهذا هو المسدس المغطى بلوك 19. عرضت الشركة هذا المسدس للبيع. بمبلغ يصل إلى 765 دولار. مبلغ زهيد ربما. وأضافت أن شراء السلاح ينبغي أن يكون خيارا متاحا للأشخاص. الذين يحق لهم قانونا حيازة الأسلحة. لا يخدعكم هذا الشكل اللطيف. فهذا هو مسدس ناري حقيقي. يطلق النار كأي مسدس آخر. عادي. يؤدي إلى نفس النتيجة. قد تكون إصابته مميتة. على الرغم من أنه يبدو. وكأنه لعبة أطفال. إنتاج هذا المسدس أثار ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة. ووصف ناشطون في مجال مكافحة انتشار الأسلحة. المسدس بأنه عمل غير مسؤول وخطير. شانون واتس وهي من مجموعة أفري تاون. تقول في كلامها. ثمت خطر يتمثل في أن الأطفال قد يتم استدراجهم لإستخدام الأسلحة. حتى لو لم تبدو المسدسات مثل لعب أطفال. شركة لاغو الدنماركية استجابت لطلب من واتس. وأرسلت رسالة تطلب فيها من شركة الأسلحة الأمريكية. التوقف والكف عن إنتاج المسدس المغطى بمكعبات تشبه مكعبات اللاغو. وإلا فإنها ستتعرض للملاحقة القانونية. تحت هذه الضغوط قررت كولبر بريسيجين. الامتثال للطلب الذي قدمته لغو لتفادي خطر الملاحقة القضائية. الآراء في العالم العربي كانت ناقدة أيضا. دعنا نأخذكم إلى مجموعة من التغريدات. يكتب عباس خليفة شكل المسدس هو الذي سيثير أي طفل لمحاولة اللعب به في المنزل في غفلة من أمه أو أبيه. هنا حساب يسمي نفسه جذوة القدوة. يقول يخدع الأطفال ويظنونه لعبة وكذلك يخدع الشرطة. أما هنا كجدور سهولة حمله من قبل المجرمين على أنه لعبة أطفال أو التظاهر بتمثيل كاميرا خفية. والأبشع من هذا جذب أي طفل كان للعب به ظن أنه لعبة وتكثر كوارث قتل أطفال لأنفسهم أو ذويهم. يجب أن يعاقب القانون جميع الشركات المنتجة لمثل هذه الأداة القاتلة للأبرياء. إذن مشاهدين قضية هذا السلاح تأتي وسط تنامي الجدل بشأن المادة الدستورية التي تسمح في الولايات المتحدة بحيازة الأسلحة النارية. فوفقا لتقرير مجموعة أيفري تاون شهدت سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 31% في وفايات إطلاق النار غير المتعمد. قام بها أطفال على أنفسهم أو غيرهم. وتم توثيق مقتل أكثر من 140 شخصا في حوادث شملت أطفالا وأسلحة نارية في العام الماضي بحسب إحصاءات أمريكية. شكرا لمشاهدة كاتراندينغ. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها. ترجمة نانسي قنقر